مراسلنا في الضفة الغربية بمقتل فلسطيني في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتل اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين إلى أربعة وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن استخدام طائرة مسيرة خلال عملية الاقتحام وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شابين فلسطينيين قبل البدء بعملية الانسحاب من المخيم لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رمالة مراسلنا فراس لطفي فراس مرحبا بك آخر المستجدات المتعلقة بعملية الاقتحام هذه ماذا عن المحصلة التي وصل إليها عدد الفلسطينيين القتلى أيضا كان هناك استخدام ربما لطائرة مسيرة في هذه العملية أو عمليات الاقتحام تحديدا بالفعل ميشا ولكن الحصيلة كانت لافتة في أقل من 24 ساعة سقط في الضفة الغربية وقطاع غزة ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أربعة منهم في جينين واحد في مخيم عقبة جبر القريب من أريحة واحد في قطاع غزة على الحدود خلال المواجهات هناك خلال مسيرات العودة التي تنظم على حدود قطاع غزة مع إسرائيل اليوم دموي نازف أثار غضب الفلسطينيين اليوم جرت عمليات تشييع الشبان الخمسة في الضفة الغربية في جينين وأريحة إضافة إلى إصابة أكثر من 30 فلسطينيين في هذه المواجهات معظمهم بالرصاص الحي وفي منهم من وصفت جراحه بالخطيرة ولكن أيضا هذه العمليات المستمرة يمارسها الجيش الإسرائيلي في كل الساعات كانت هناك أيضا عمليات دهم واعتقال واسعة في الضفة الغربية طالت 15 فلسطينيا في معظم مدن الضفة الغربية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها فيما يتعلق في التصعيد الذي حدث في مخيم جينين فقد اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية المخيم لاعتقال أحد المطلوبين اعتقلت والده وبعد ذلك قامت بتسليمه بعد أن تعرض لأزمة قلبية وهو مسن في الخامسة والستين من عمره هذا كله أثار حفيظة وغضب الفلسطينيين الذين وجهوا رسالة للولايات المتحدة بضرورة التدخل لوقف هذا التصعيد فورا شكرا لك من رمالة مراسلنا في راس لطفي